إذا لم تأتي الأمور وفقاً لما يطالب به المتظاهرين فأننا أمام صفحات أخرى قد لا تحمد عقباها أو أننا أمام مرحلة من المواجهة قد تكون مختلفة تماماً عن المرحلة أو المراحل التي سبقتها من المعلوم عندما نرى المشهد أن هناك تحمل للسلمية للمتظاهرين شيء لا يمكن أن يوصف في العالم قد يكون هذه التظاهرات رقم واحد ما تحملت من إيذاء على مستوى العالم أقصد وليس على مستوى المنطقة فقط تحملت من الإيذاء من الإبادة من القتل تتكلم عن 30 ألف جد لي معركة من المعارك في 5 أشهر أو أقل من 5 أشهر قدمت 30 ألف جريح وشهيد ومغيبين قسرياً وهم يهتفون بالسلمية لن تجد معركة لا أقصد تظاهرات اليوم هذه التظاهرات دافعت عن سلميتها بطريقة لا يمكن لأحد أن يوصفها وتحمل الشباب من الطلاب إلى المعتصمين في حر وبرد الأجواء القارصة تحملوا ما لا يمكن أن يتحمله ولم يقدم أحد لا لمجزرة الناصرية ولا مجزرة النجف ولا مجزرة ساحة التحرير ولا قبلها مجزرة كربلا لم يقدم أحد إلى القضاء نهائياً بل كرم مرتكبي المجازر بمناصب رفيعة في الدولة العراقية وعلى حساب المواطن العراقي بالتالي عندما ترى أن هكذا مشهداً ظلامياً بسبب استمرار هؤلاء الأطراف السياسية بالتشبث بالكرسي لصالح دولة مجاورة وهي إيران ويحتمون فيها وبالأمس رأيت أن أحد قادة ميليشياتها يطلق تهديدات باجتماعه مع الحرس الثوري الإيراني والقانون العراقي والقضاء والادعاء العام واضح أنه يحكم بالإعدام من يتعاون مع دولة أجنبية هذا قانون لا تحليلاً ولا غيري الادعاء صامت والقضاء صامت ماذا تنتظر من عشائر ترى أبناؤها يقتلون ماذا تنتظر من شعب يقف خلف كله حتى من أخطأ بحق العراقين اليوم يقف خلف الثورة لا معها ولا يتقدم سربها يقف خلف هؤلاء الشباب الذين صنعوا الوعي كسروا الطائفية بكل عنوانها الطائفية الدينية الشيعية والسنية وكل الأطراف التي تدعي المحاصصة الطائفية والكردية وغيرها كسروها بل ذبحوها من الوريد إلى الوريد وشكلوا جيلاً لذلك فقط أكمل لك هذه العبارة اليوم عندما تتتابع بيانات المتظاهرين هناك نصائح فيما بينهم لتشكيل لجان شعبية لحمايتهم تخلى الكل يعني ماذا تتوقع من جرحة يأخذون إلى مستشفيات بغداد وتقلق أبوابها المستشفيات لم تحدث في العالم القانون قانون جنيف والقانون الدولي بل مهنة طبية تتكلم على أن الجريح العدو المقاتل يجب إسعافه والمتظاهر السلمي ينقل إلى المستشفى يطرد لأن صاد من الناس وميليشيا فلان من الناس تقول لا تستقبلوا الجرحة ويعود ثم يداوى بأمور روتينية وبدائية ماذا تنتظر من هؤلاء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر